إلى موضوع أخر تشهد المحلات التجارية بولاية ميلا امتشارا غير مسبوق لنشاط بيع الشمة دون وثائق تثبت مصدرها الحقيقي فيما تشير المعطيات الرسمية بهذا الشأن أن غالبية هذا المنتوج مقلد ويفتقر لأدنى شروط صحة والنظافة يقول صوفيان بوعون في هذا التقرير تشهد يوميا الأسواق المحلية في ولاية ميلا بورزا مركات وعلامات تجارية لمنتوج الشمة وسط غياب الرادع القانوني الذي يمنعهم من تسويقها للمستهلكين وفق ضوابط قانونية وصحية غياب كبير لمدرية استجارة ومدرية الصحة وهي الكفيل الوحيد بالرقبة وأخذ عينات من هذا المنتوجات المتوفرة لدى العامة من أجل تذهب بها إلى المخبر وقيم بالتحليل بالنسبة للتقليد هو أصبح أمر واقع في الجزائر تقليد مادة الشمة موجود في جميع الولايات ويوجد ورشة سرية تقوم بالتقليد وأكثر علامة متضررة هي علامة الشركة الوطنية للتبغل والكبري فعلامات تطرح بأسماء المدن وأخرى مصطلحات شعبية ونوع ثالث أسماء حيوانات على واجهتها فيما الأضرار الصحية تشهد ارتفاعا مستمرا أمام ضعف مستويات رقابة سواء لمصالح الصحة أو النوعية محلات بيع التبغل الكبري سواء وجود عدة من ثوجات لمادة الشمة بين قوصين هذه المادة غير مصنفة ومعندهم حتى اعتماد الاعتماد الواحيد لموجود هي ماكلة الهلال تشكل علامة ماكلة الهلال المعتمدة للشركة الوطنية للتبغل والكبري ترقم الأول المعتمد في بيع مختلف أنواع التبغل بالنسبة لمادة الشمة غير أنها تواجه خطرا حل استمرار التساهل في الرقابة على المحلات